حاملين التبريكات والتهاني ومؤكدين وحدة الحال والحق في المقاومة والنضال وصل وفد الجولان السوري المحتل إلى قرية بيتريما قرب رام الله ليشارك أهل القرية فرحتهم بالإفراج عن اثنين من أبنائها الأسرع إسماعيل البرغوثي ومحمد طهر الذين تم الإفراج عنهما بعد 16 عاما من الاعتقال حضورهم بصل لمرحلة أنه اختلط الدم مش بس بالكلمة اختلط بالفعل وقرسوا حالة نضال وكانوا قربين جدا مننا كشعب فلسطيني نحن أبناء الجولان العربية السورية المحتل السوريون الموجودون في الجولان وأبناء أهلنا وأخوتنا في فلسطين المحتلة هدفنا واحد وتاريخنا واحد وانتماؤنا واحد واجبنا أن نقف بجانب بعضنا البعض أهل الجولان حملوا رسالتين في زيارتهم إلى بيتريما أكدوا فيهما أن فلسطين هي قضية العرب الأولى وأنها ستبقى جرحا في ضمير العالم إلى حين تحريرها تجسيدا لوحدة النضال تجسيدا لوحدة المصير وتحقيق الأمان في تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وتحرير الجولان وجميع الأراضي المحتلة بما فيها مزارع شبعة وحدة النضال ووحدة المصير هذه هي المعاني لهذه الزيارة أهالي بيتريما برجالهم ونسائهم احتفلوا بالزيارة التي وصفت بأنها زيارة وفاء وإسرار على العهد الذي يقطعه الأسرى فيما بينهم في سجون الاحتلال فلسطينيين كانوا أم سوريين على السواء النضال من أجل الحرية والاستقلال وحدة دمى الفلسطينية والسوري وجمع الطرفين على المقاومة ورفض الظل نسر سلمي من قرية بيتريما قرب رام الله الميدين